نعى نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية محسن منصوري عبر منصة إكسل رئيس إبراهيم رئيسي وزير الخارجية أيضاً وحسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وأكد وفاتهم في حادث تحطم المروحية كما أكد تلفزيون الإيراني الرسمياً نبأ وبعد عثور فرق الإنقاذ على حطام وطائرة الرئيس أظهرت الصور أن الطائرة تحطمت على قمة جبل وأنها احترقت بالكامل ما أكد مصرع جميع ركابها التسعة حيث كانت تقل أيضاً مسؤولين اثنين إلى جانب رئيسي وعبداللهيان إضافة إلى خمسة بين مرافقين وطاقماً مروحية هذا وعقد مجلس الوزراء الإيراني اجتماعاً طارئاً عقب أعلان الخبر كانت مصر قد أكدت أنها تتابع بقلق نبالغ تطورات حادث لغطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وأكد بيان للوزارة الخارجية أن مصر تتضامن مع محكومة وشعب إيران في هذا الظرف الدقيق على البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان بحث مع المسؤولين الإسرائيليين يسبب الضمان هزيمة حماس مع تقليل الضرر على المدنيين الفلسطينيين وأوضح البيت الأبيض أن ساليفان أكد موقف الرئيس جو بايدن الثابت بشأن رفح الفلسطينية مضيفا أنه اقترح سلسلة من الإجراءات الملموسة لضمان زيادة المساعدات إلى قطع غزة شنت قوات الإسرائيلية عدت غارات على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطيني أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق في مدينة خانيونس جنبي القطاع كما أطلقت نيرانها تجاه شاطئ النصيرات والزويدة وسط القطاع كذلك شنت طائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مخيم جبالية شمال قطاع غزة ومن جانبه أعلى نجاش الاحتلال مقتل الضابط بردبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أربعة أيام في معارك شمال غزة تبادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضحت مصادر اللبنانية أن حزب الله استهدف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ وأنه ضمر التجهيزات الدجسسية في موقع رمي العسكري الإسرائيلي بعد قصفه بالأسلحة المناسبة كما استهدف ألية هامر في موقع المالكية بصاروخ موجه وأوقع طاقمها بين قتيل وجريحة ومن جهته قال جاش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة شمال إسرائيل توجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لنادي الزمالك وجماهيره بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وأشهد رئيس السيسي بالأداء المميز لنادي الزمالك وجهوده الرائعة التي تستحق كل التقدير كما توجه رئيس السيسي بتحية تقدير الأداء المشرف لفريق نهضة بركان المغربي الشقيق وكان الزمالك قد توجه بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب لدور النهائي حيث أحرز أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في دقيقة الثلاثة والعشرين بتزديدة قوية ومركزة من داخل منطقة الجزاء